تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القوة الخاصة الملكية يرافق جلالته العميد الركنسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد الركنسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة فلدى وصول جلالته حفظه الله كان في الاستقبال سعادة الفريق الركنذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان وقائد القوة الخاصة الملكية عدد من الضباط وخلال الزيارة أعرب رعاه الله عن تقديره لجميع رجال القوة الخاصة الملكية البواسل على ما يتحلون به من شجاعة وروح معنوية عالية وإخلاص في أداء الواجب وما يبدونه من سرعة الاستجابة والتأهب معربا جلالته يده الله عن تقديره لما يقوم به جميع رجال قوة دفاع البحرين الشجعان بالتكاتف مع أشقائهم من قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل وبقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتصدي للإرهاب ودعم الشرعية في اليمن الشقيقة وتقديم الإغاثة الإنسانية لشعبها الكريمة مضيفا جلالته أن الأمم تنهض برجالها الأوفياء المخلصين وأن رجال قوة الدفاع حماة الوطن خير من يعتمد عليهم في كل المهام المشرفة فهم الدرع المنيع لوطننا العزيز الذي يحمي نهضتنا الشاملة ودعما وسندا للأشقاء فهم مثال للوطنية الصادقة ويحق لنا أن نفخر بهم دائما وقد كلف جلالته قائد كبار وضباط القوة الخاصة الملكية بنقل تحياته وتقديره إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد القوة الخاصة الملكية البواسل في مختلف مواقع عملهم النبيلة وتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد موسيقى ترجمة نانسي قنقر